بمنتهى البساطة أنا بالرغم إنه سعر التوريد ده للأمح المحلي ده أغلى من المستورد بس أنا بدعم السلسلة الكاملة بتاعت التوريد عشان خاطر كل الناس اللي بتشتغل فيه هذه السلسلة السلسلة التوريد مش معناها للمتاجر يا جماعة يعني من أول المزارع لتاجر البملة للكزا للمطاحن إيلا 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 فإحنا بنتكلم على عدد عمالة طبعا عدد عمالة وبيوت بتبتدي إن هي يعني يبقى لها مصدر دخل وعجرة إنتاج بتبتدي تتحرك وفي نفس الوقت إحنا دايما سواء على مستورة الزراعة أو على مستورة صناعة أو إحنا فكرة إن إحنا يبقى عندنا مستورات أعلى من الاتفاة الزيتي هو ده اللي الدولة بتحاول إن هي تتحرك عليه لكن إحنا بس بنوضح بعض الحقائق اللي ممكن تكون غايبة عن البعض لكن كمان مش الموضوع مطارب بالسعر وبس يعني مش فكرة كمان إن المستورة ممكن يكون سعره أقل من المحل إحنا كمان بنيتكلم على مستويات مطاربة بجودة ما يتم توريده ودي كمان جزئية يمكن الجانب المحلي محتاج يراجع بشكل كبير جدا ما يتم توريده للحكومة من مستويات جودة بالنسبة للأمح دي خطوات مش هلوم على الفلاح بس لكننا بنتحدث إن إحنا كلنا مسؤولين يعني بمعنى إن وزارة الزراعة جماعيات الزراعية الإشارة الزراعية يعني إحنا بنتكلم على خطوات كتيرة جدا لابد إن هي ومؤسسات كتيرة لابد إن هي تتكاتب في هذا الأمح وبإذن الله نوصل للإكتفاء الزيتي ونقدر كمان زي ما خلقنا فوقت كتير جدا في عديد من الساعة الزراعية ويمكن في فترة كورونا كمان كانت واضحة بشكل كبير في الموالح وغيرها من المنتجات إن شاء الله نوصل في يوم الأيام لإن إحنا يبقى عندنا الإكتفاء الزيتي في ظل إن إحنا كمان شايفين نسبة الإكتفاء الزيتي بتريد إن هي تتحسن يعني مثلا كانت الأول 30-30% حتى الآن حوالي 65% تقريبا نسبة الإكتفاء الزيتي فبالتالي ده أمر مهم وبعده نراعي إن النسبة دي بتزيد في ظل زيادة في الطلب زيادة في معادلات النمو السكاني لأن ده بعده متغير أنا مقدرش إن أنا أشيله من المعادلة كلها اللي إحنا بنتحرك عليها